أمهات على أبواب السجون وأبناء مختطفون يعذبون في الأقبية السرية للميليشيا كيف أصبح العناء والتعذيب نشاطا يوميا وكيف أصبحت هذه الجرائم شأن طاغيا والغياب تقس بلاد أهلا بكم عن رابطة أمهات المختطفين وهي منظمة إنسانية تشكلت من أمهات وزوجات وقريبات المختطفين والمغفين قسرا في سجون ميليشيا الحوث الإنقلابية حلقتنا لهذا المساء الرابطة التي تشكلت من أوجاع نسوة في أحد أبواب سجون صنعاء قبل أن يتسع نشاطها مع اتساع الجريمة والانتهاكات في اليمن الجريح عن أصوات بحت وأفئدة أحرقت وأجساد أكلتها الشمس والحزن على السجناء المعدبين عن معتقلين تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي مما أدى إلى وفاة أكثر من 128 مختطفا بسبب التعذيب وعن إهانة أمهاتهم وعائلاتهم أمامهم من أمام أبواب السجون جمعتهن مصيبة واحدة وهم واحد تشاركنا الوقفات وأوجاعها وامتدت اللافتات حاملة صور الأحبة من أقاربهن المغيبين في السجون والمعتقلات والمقرات الأمنية المختلفة طالما تعرضن لأنواع التنكيل والإهانة والمضايقات الجارحة تماما كما يحدث لأبنائهن في الأقبية لكن ذلك لم يثنهن بل زادهن إصرارا ليجعلن من ضعفهن قوة ويشكلن رابطة أمهات المختطفين فكانت الصوت الأقوى المناصر لقضية المختطفين خصوصا مع غياب وانعدام المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وتوقف نشاطها ملأت الرابطة الفراغ الحقوقي وحملت هم معاناة المختطفين والمخفيين قسريا فكانت صوتا لذويهم إلى العالم عبر وسائل الإعلام منذ لحظة إشهارها في الثامن من مارس 2016 في وقفة احتجاجية أمام مبنى مكتب المبعوث الأممي بصنعه بحسب تقارير صحفية نظمت الرابطة منذ تأسيسها قرابة 200 وقفة وأصدرت 250 بيانا ومذكرة رسمية ترجمت من خلالها معاناة المختطفين وحملتها إلى مختلف الجهات كما اتسع نشاطها ليتجاوز صنعاء وصولا إلى عدن والحديدة وتعز ومأرب وأب وحجة قامت الرابطة برصد وتوثيق المئات من حالات الاختطاف والاعتقالات التعصفية والإخفاء القسري وأصدرت تقارير حقوقية لمساندة الضحايا وتحصين حالة حقوق الإنسان في أشد الأوقات صعوبة تقول الرابطة في آخر بياناتها إن 128 مختطفا قتلوا بسبب التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي والتشكيلات المسلحة التابعة للإمارات في عدن وإن الكثير من المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا يتعرضون لأبشع سنوف التعذيب الجسدي والنفسي داخل سجون الميليشيا والتشكيلات العسكرية والأمنية في عدن عملت رابطة أمهات المختطفين في أشد الظروف قسوة وحساسية وتعرضت وقفاتهم لمداهمات واعتقالات من قبل ميليشيا الحوثي نناشد نحن في رابطة أمهات المختطفين ضحايا الاسقال التعصفي والإخفاء القسري الذي تمارسه أطراف الصراع في اليمن رغم خدلان المجتمع الدولي لملف المختطفين واستبعاد المبعوث الأممين للرابطة في كل اللقاءات إلا أن تقارير المختطفين في اليمن لا تزال تتصدر الملفات الإنسانية في جهود السلام إذن مشاهدين الكرام في هذه الحلقة ستكون ضيفة الأستاذ أمهات السلام الحاج رئيسة رابطة أمهات المختطفين هنا في الأستوديو كما سينضم معنا آخرون عبر الهاتف مرحبا بك أستاذ أمهات السلام وسعيدة جدا بوجودك معنا في هذه الحلقة هنا في أستوديو المسال يمني نشكركم ونشكر المشاهدين الكرام وهذه فرصة طيبة أن نكون في هذه القناة الذي دائما تتناول قضية المختطفين ودائما مع القضية الإنسانية التي نحملها إذن أستاذ أمهات السلام رابطة أمهات المختطفين تعد الصوت الوحيد لهؤلاء المختطفين في زمن قمع الميليشيا لكل من يناهضهم أو يتحدث ضد ما يقوم به مع هؤلاء المختطفين حدثينا كيف كانت بداية الرابطة وكيف بدأت الفكرة طبعا رابطة أمهات المختطفين رابطة إنسانية تشكلت على أبواب السجون في 18 إبريل 2016 هذه الحركة أو هذه الرابطة امتدادا للنضال المحامين وهيئة الدفاع عن المختطفين عن المعتقلين والناشطين وغيرهم امتداد لهذه الحركات كانت البداية هي متابعة المختطفين في 2014 و2015 عندما بدأت جماعة الحوثي في اعتقال الناس واختطافهم بشكل كبير جدا وكانت أعداد كبيرة رهيبة داخل السجون فتمت المتابعة لهم من قبل الناشطين والمحامين وغيرهم جماعة الحوثي سطت على المحامين واعتقلتهم وانتهكت حقوقهم فتم بعد ذلك تشكيل الرابطة من الأمهات لأنهم وجدين أنفسهم أمام السجون وحيدات لا أحد معهم يتابع معهم لأبنائهم لأن المحامين اعتقلوهم الناشطين اعتقلوهم اختطفوهم عذبوهم أيضا النس خافوا أن يقفوا مع هؤلاء الأمهات فتحملت الأمهات هذه المعاناة وتحملت الأعباء الكثيرة وبدأت تتابع من ذات نفسها بحيث أنه تتابع أولادها وذويها طبعا بعد ذلك تمأسست هذه الرابطة وأصبحت عمل مؤسسي ومتابع من قبل هؤلاء المجموعة من أهالي المختطفين والناشطات والمساندات لهذه الرابطة جميل إذن ما قبل تأسيس الرابطة كيف كانت أوضاع الأمهات والمختطفين أيضا؟ الوضع من قبل ومن بعد هو نفس الألام نفس التعاب أيضا المعاناة الشديدة، الإخفاء، التعذيب، القتل تحت التعذيب هذه مستمرة كذا وكذا ولكن بعد أن تشكلت الرابطة أصبح للنساء أمهات المختطفين منبرا وصوتا يعلوا وتشجعين هؤلاء الأمهات وأصبحت قضيتهم قضية إنسانية بحتة لأنهم نابعة من قلب أم يعني مش عادي لا تتبع جهة ولا شخص ولا غيره وإنما هؤلاء النساء من ذات أنفسهم وعلى أبواب السجون تابعين أبنائهم وكانت قضيتهم قضية مسموعة تمت مساعدة هؤلاء الأخوات وهؤلاء الزوجات وبنات المختطفين وتشكلنا معهم هذه الرابطة واستمرت هذه الرابطة في وقفاتها والمعاناة التي عانتها وأنتم يمكننا أكثر من تابع لقضية الانتهاكات التي عانت منها رابطة أمهات المختطفين إذن عند هذه الانتهاكات يعني بطبيعة الحال أي عمل يبدأ يناهض ويكون القلق منه أكبر من أن يعتاد عليه في البداية بالتأكيد واجهتنا قامع ميليشيا الحوثي ضد الوقفات التي قمتنا بها ضد المنشورات البيانات وبالتأكيد تعرضت للكثير من المضايقة تحدثين عن هذه البدايات وهل اختلفت نوعا ما الآن؟ هنا يقولون كثرة النواح تعلم البكاء فكثرة هذه الانتهاكات التي كانت تتعرض لها الأمهات أصبحنا جميعا نعمل أساليب بحيث أنه ما نفقدش أي واحدة من الأمهات أو يتم اعتقالها أو يتم ضربها أو انتهاك حقها فأصبحنا طبعا في البداية كانت بشدة عنف يعني كبير جدا إلى درجة أنه العسكر نفسهم أو الميليشيا الحوثية أو جماعة الحوثي تعتدي مباشرة على المرأة وكلنا نعرف أنه عندنا في اليمن المرأة مقدرة المرأة محترمة لا يمكن أنه رجل يقف ويضرب امرأة أو يهزرها أو يشد خمارها أو شيء من هذا القبيل لا يمكن لأنه عيب يعتبر عيب وعيب أسود ولكن هذه الجماعة كسرت هذه القيمة التي كانت موجودة عند اليمنيين وأصبح تنتهك حقوق المرأة والرجل يتطاول على هذه المرأة الأم خاصة أيضا قيمة الأم وما قيمة الأم قيمة كبيرة جدا ومع ذلك كما ذكرت لكم هذه الجماعة لا ترعى لا أمومة ولا حقوق ولا غيرها ولا حق النساء ولا غيره حتى أنه وقفت أمهات المختطفين على باب المبعوث الأممي أمام الشرة وأيضا تعرضين للضرب والمعاناة والملاحقة وتكسير التلفونات وغيرها بشكل كبير جدا والملاحقة في الشوارع هذه النتيجة كلها وهذه الملاحقات وهذا الاعتداء والتوقيف وتوقيف الذي يوصله حتى الذي يوصل الأمهات للوقفة أو غيره أيضا يتم الاعتداء عليه والتحقيق عليه واختطافه من ثم يعني اضطرت الأمهات أن تأمل بشكل سري جدا خاصة تحت سيطرة جماعة الحوثي ولذلك الآن هذه الوقفات التي تقفها الأمهات باب المفوضية وابام السجون في لحظات سريعة جدا بحيث أنه يعني هن مهددات أنه في أي لحظة ممكن الزينبيات يأتين ويضرب يعني يستخدمين العنف ضدهن وهذا الذي تم تهديدنا من قبل أمن القومي أنهم إذا خرجنا في اعتصام أو مظاهرة أو وقفة أو غيرها فأنه سيخرج الزينبيات لضرب الأمهات وانتهاك حقوقهم ولذلك أصبحت الوقفات بشكل سريع جدا ومجرد ما يعملين اللافتة وينشرينها وقرأين البيان ثم ينتشرين وانطلقين كل واحدة في اتجاه مختلف يعني بحيث أنه ما تجي هذا ما يوصل البلاغ إلا وقد النساء روحين بيوتهن وهذه هي المعاناة الشتيدة لا يظن الذي يرى والأمهات يقفين أمام المفوضية أو أمام السجن لأن الأمر سهل جدا وأنه حرية ما زالت إلى الآن الملاحقات والضرب والعوم نعم ما زالت مستمرة ومتابعة وفي اليومين الأخيرة هذه تم التهديد لكثير من أمهات أو زوجات أو أهالي المختطفين أنه نحن نعرف أنت خرجين كذا وأنت كذا لو عملتين مرة ثانية تم الاعتداء على الأبناء داخل السجون وهذا الذي يزيد يألم الأمهات بشكل كبير جدا أنه يرجعوا يعتدوا ويضربوا ويعذبوا أبناءنا المختطفين داخل السجون وهذه المأساة التي دعاني منها أيضا لا يظن الآخرين والناس والذين يشوفونها غيرهم أننا بنوك فأننا ننعم بالحرية وننعم بالأمن في سيطرة هذه الجماعة بالعكس الوضع صعب جدا 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 لا يتخيله إنسان نعم إذن بذات الفكرة من صنعاء كيف استطعتم أن تنطرقوا إلى بقية المحافظات وتجمعوا العديد من الأمهات في أكثر من مكان طبعا المعاناة في يعني نقول مستمر أو متشابهة في كل المحافظات طبعا لأن الحديدة طرين الأمهات المختطفين والأهالي للنزوح إلى صنعاء لنتيجة الأوضاع الحرب داخل الحديدة فأيضا تم اللقاء بهن وترتيب وضع الرابطة في هذه المحافظة أيضا كذلك في إبث وأيضا في تعز يعني ذهبنا إلى هناك وأسسنا الرابطة وأيضا في عدن نزحين كثير من الأخوات لأمهات المختطفين إلى عدن وتشكلت بعد ذلك رابطة عدن مع الأخوات التي موجودات في عدن من أهالي المعتقلين هناك إذن اسمحي لنا أستاذ أبنت السلام أن ينضم معنا توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات عبر الهاتف من فيينا مساء الخير أستاذ توفيق مساء الخير لك والذي ستكي الكريمة ولجميع مشاهدي قناة تم نعم أستاذ توفيق نود أن تحدثنا عن دور المنظمات المدنية منظمات المجتمع المدني التي ما زالت تناهض عنف ميليشيا الحوثي وتتحدث عن المختطفين وتتحدث عن الانتهاكات التي يطالها الناس في أرجاء اليمن بشكل عام حقيقة الحرب في اليمن هي حرب متعددة الأوقوف ومتعددة الجبهات في نفس الوقت الجبهة العسكرية والجبهة السياسية هي أحد هذه الجبهات لكن هناك جبهة عريضة وكبيرة جدا هذه الجبهة تمس الوجع وتمس الأنين وتمس الكرامة الإنسانية هذه الجبهة هي الجبهة الحقوقية والتي تتصدرها المنظمات الحقوقية الفاعلة والمتخصصة لأن المنظمات اليوم هناك صنفين من المنظمات هناك المنظمات العامة والتي تعمل على رصد انتهاك حقوق الإنسان بصورة شاملة وهناك المنظمات الحقوقية المتخصصة والمنظمات الحقوقية المتخصصة غالبا تكون أكثر فاعلية في مجال تخصصها وأعتقد أن رابطة الأمهات المعتقلين والذي تراسل السلامة نموذج لهذه المنظمات الفاعلة الفاعلة في مجال الاعتقال التعسفي والاختاء القصري والتعذيب المرضي إلى الموت هذه المنظمات بدلت قهد كبير عن طريق عشرات الراصدين المتعاونين في الميدان واستطاعوا أن يظهروا حقم وكمية هذه الانتهاكات للعالم لأن دور المنظمات يقوم مهمتين سنتين المهمة الأولى هي أن تكشف الانتهاك وحقم هذا الانتهاك والوظيفة الثالية هي أن تشكل رأي ضاغط سواء داخل أو محلي من أجل التخصيف أو إنهاء هذه الانتهاكات واعتقد أن الرابطة وكثير من المنظمات التي تعمل في هذا المقاة حققت النسط والأول بصورة كبيرة جدا اليوم قضية المعتقلين أصبحت ورقة أساسية في مشاورات استوكولم في أولوية الأمم المتحدة وأيضا أصبحت تشكل رأي عام عالمي ودي ومحلي اليوم كثير من المواقع كثير من القنوات كثير من المحللين أصبح يعرف معرفة تامة وكبيرة جدا عن الانتهاكات التي تعرض لها أو تعرض لها المعتقلين في اليمن وهذا الكاشف هو قام به المنظمات والتي أصبحت تحظى بوثوقية عالية من حيث المعلومات من حيث المصادر من حيث التوثيق النقطة الثانية ربما لم يكن هناك تحقيق نسبة كبيرة لأنه يخضع للمجال السياسي أنه متعلق بالبغض وإجبار المنتهكين على وقف هذه الانتهاكات أو التخفيف عنها لكن بشكل عام استطاعت أن تخففه كثير من المفرق عنهم دون أن نكون مبالغين سواء كانوا في شقون ميليشيات الحوثي أو كانوا في خرجوا أيضا تحت ضغوط إعلامية كان للمنظمات المدنية الدور الأكبر في إبرازها والتأثير فيها نعم إذن أستاذ التوفيق بالنسبة لدور أيضا وزارة حقوق الإنسان كجهار اسمية النائب العام وزارة الداخلية والعدل بكل هؤلاء هناك تهرب أو خضلان لهؤلاء المنتهكة حقوقهم سواء المختطفين أو من يمارس ضدهم انتهاكات جسيمة ربما تتبعونها بالكثير من التقارير ما رأيك حول ذلك؟ للأسف الشديد اليوم وزارة حقوق الإنسان والحكومة اليمنية أصبحت تمارس دون أي مبالغة دور المنظمات الحقوقية وفقط حتى لم تصل إلى مستوى الجمعية الخيرية من حيث المشاعدة أصبحت تقوم بدور المنظمات الحقوقية وهي ليس وظيفتها الأساسية وظيفتها الأساسية اليوم هي أن تصدر الشريع يقرم جماعة الحوشة على سبيل المثال بحيث نكون أمام جماعة خارجة عن القانون الأمر الثاني أن تحرك الملفات القضائية أو التحقيقية خاصة التي استكملتها اللقنة الوطنية للتحقيق في ادعاة حقوق الإنسان بحسب تصريحاتها أنها لديها ثلاثة ألف ملف انتهاك حقوق إنسان في اليمن كان كثير منها متعلق بالانتهاكات بالاعتقالة التعسفية والتعذيب والتعذيب الموضي للموت إلى حد الآن لم نرى النايب العام يتحرك في هذا الصدد لأنه ببساطة القضاء اليمني غير مؤهل فنية حتى الحكومة اليمنية اليوم لم تتقدم بخطة جاهزة لتأهيل قضاء فنيين للعمل على انتهاكات حقوق الإنسان الدولية وسط المعاهدات والقوانين الدولية بحيث نستطيع تحرك هذه القضايا وبالتالي أنا أقول دور الحكومة اليمنية تتحرب لأنها قاصرة غير قادرة وبالتالي تحاول أن تقوم بدور المنظمات الحقوقية وهذا خطأ جسيم اليوم المنظمات الحكومة اليمنية أمامها دورين الدور الأول أن تشكل هيئة حقوقية أو هيئة خاصة بالمعتقالين تجميع بياناتهم متابعة أوضاعهم تحسس آلام أسرهم وأن النقطة الثانية أن تقوم بإصلاح أجهزتها القضايا والتحرك السياسي على المستوى العالمي والديبلوماسي للبغط من أجل التخصيف أو الإفراج عن المعتقالين في السوق إذن ابقى معنا وسط التوفيق سأعود إليك لكن بعد أن أذهب لي السلام 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 عند نقطة وزارة حقوق الإنسان ودور الحكومة الشرعية في المعاناة التي أو في محاولة حل حالة هذه المعاناة التي تعانيها أمهات المختطفين ما الذي يمكن الحديث عنه؟ حديث مؤلم دوشجون ودوشجون نستجير بهؤلاء الوزارة والشرعية ولكن إذا كانت الدولة كلها مختطفة فكيف سيكون بهذه الصورة؟ طبعا حملنا ملفاتنا إلى رئيس الجمهورية وإلى وزارة حقوق الإنسان وعرضنا عليهم القضية الإنسانية ونتفاجأ بعد ذلك أنهم يضموا القضية الإنسانية هذه مع مسألة جانب سياسي وضموها مع الأسراء وصارت هناك مفاوضات للأسراء والمعتقلين والمخفئين قسرا وغيرهم يعني بدل ما يكون هناك معالجة لوضع هؤلاء المدنيين الذي لم يشاركوا في حروب ولم يشاركوا في أي صراعات وإنما أخذوا من بيوتهم من جامعاتهم من الأماكن العامة الناس مدنيين لم يشاركوا في شيء ما كانت تهمتهم الوحيدة أنهم شباب لا يحملون السلاح ثم بعد ذلك سيتم مقايضتهم مع من حمل السلاح هو من اعتدى على النفس البشرية هذا الذي حصلت يعني ورضخة الحكومة ورضخة الشرعية لهذه المبادلة التي اقترحوها سواء الحوثيين أو غيرهم وهذا الذي أيضا نحن نعتب على الحكومة الشرعية وعلى وزارة حقوق الإنسان أنها ساوت بين المختطف المدني مع أسير أو الأسير الذي شارك أو الشخص العسكري أو الذي شارك في الحرب وهذه كانت مأساة بالنسبة للمختطفين واليوم فشلت هذه المحادثات وفشلت هذه المفاوضات ثم بعد ذلك فشلت أيضا أي وساطة كانت تصلح أو تأتي من تحت الطاولة أو من قبل الأهالي أن يخرجوا بعض أبنائهم بأي طريقة بطريقة الفدية مالية أو غيرها وتوسط شيخ معين تم التوقيف الآن من شهر 12 إلى الآن موقف أي خروج أي أحد من هؤلاء المختطفين على ذمة المباحثات أو المفاوضات أو غيرها من هذا القبيل يعني بدل أن يعملوا حلول أصبحت مشكلة أكثر من ذلك طبعا تم رفعنا نحن في رابطة أمهات المختطفين كمتابعة لناحية الإنسانية إلى الشرعية واعتمدت الشرعية من حمالية لأسر المختطفين تم صرف ثلاث منح من هذه كل يعني من 2016 إلى الآن ثلاث مرات يعني تم تسليم الناس للناس يعني نقول شكرا أنهم هذه اللفتة بعد هذا العناء الكبير ولكن المختطفين يحتاجوا الكثير وهذا ولا ناس عانوا يعتبروا من من ساند الشرعية في هذا في رفضهم للرضوخ لجماعة الحوثية نعم إذن أعود إليك أستاذ توفيق أستاذ توفيق أصدرتم في منظمتكم تقرير اليوم بعنوان ماذا بقي لنا عن المعتقلات في سجون الميليشيا ربما سنتناوله بجسورة تفصيلية أكثر في الحلقات القادمة ولكن يعني اشرح لنا أبرز ما ورد في التقرير طبعا التقرير الصادر اليوم هو يحاول أن يسلط الضوء على جانب ربما لن يسلط عليه بصورة كبيرة وعيضا غريب ربما على المجتمع اليمني المجتمع الذي يعطي الاحترام والتقدير للمرأة يعاملها أشبه بملكة في نظرهم لكن منذ الانقلاب في 21 سبتمبر انحدرت حقوق المرأة سواء على المستوى الحقوقي أو حتى على المستوى الإنساني بل على المستوى العرفي والتقرير هو تحدث عن أرقام مفزعات عرضت لها المرأة خلال الحرب سواء القتل والإصابات والألغام إلى غير ذلك ثم تحدثت تقرير عن الجهاز تستطيع تقولي الميليشيوات النسا والزينبيات الذي كان الذراع الذي استخدمته جماعة الحوثي من أجل الالتشاف على هذه الحدود العرفية في المجتمع من أجل استدراك والتقسس واعتقال النساء في اليمن وثم تعرضنا لعدد من النماذج التي تعرضت له المعتقلات أو حتى النساء من هالمطاردات المخيفة التحقيقات في غرف أو في بيوت مهجورة أيضا إهانة المرأة وصحبها وتكسير عضلاعها تعذيبها تهم الدعار التي ولسقت لكثير من النساء لإخطاء القصر الذي بلغ ثمانية أشهر ربما سنة لبعض عن أيضا النساء لاختطاف من بعض النقاط وأهمها نقطة الكدن في الحديدة أيضا الاعتقال المهين يعني كثير منها ذكرها التقرير استخدام المساعدات الإنسانية كنوع من الفخاخ لإعتقال كثير من النساء التقرير تحدث عن كثير من هذه النماذج عن النساء حاولنا الانتحار إلى غير ذلك التقرير نستطيع أنه لا يلم ولا يستطيع أن يلم لأن الحديث عن النساء هو حديث عن أشياء في غرفة مظلمة لا يمكن الحديث إلا عما يبزع هنا وهناك من بعض النساء الشقاعة التي تحدثنا لكن أنا متأكد أن الفاقعة أكبر من ذلك هناك بحسب ما وصلنا سجون تحتوي على عشرات النساء بأماكن غير معروفة إلى غير ذلك وبالتالي نحن ألقينا بهذا التقرير كحقر أولي لمحاولة كسر حاجز الخوف تشجيع الناس على أن ينصلوا قضاياهم لأنه نستطيع أن نقول الكسر حاجز الخوف هو البداية الأساسية لظهور هذه الانتهاكات إلى العالم إذن أصد توفيق برأيك ما الذي أوصل الميليشيا إلى هذا المستوى من القوح في تكسير عادات وأعراف المجتمع يعني لماذا تتصادم مع المجتمع في أعزم يملك عاداته وتقاليده وطريقة تعامله مع المرأة لماذا؟ أنا دائما نقول أننا اليوم نتعامل مع الميليشيا الميليشيا عبارة عن حصابة جاءت من القبال تحركت من الكهوف ثم فقا في لحظة زمنية في حالة اختلاف اليمنين في حالة لاوعي سياسي وانعدام مسؤولية وطنية قفزت هذه الجماعة إلى المشهد السياسي الآن ما الذي يحدث؟ الجماعة تريد أن تعيد هيكلة المجتمع هيكلته ثقافيا عرفيا اجتماعيا اقتصاديا اعلاميا على كافة المجتمع هم يريدون صناعة مجتمع جديد وفق رؤاهم وفق مطلبة هذا المجتمع يكون مجتمع قائم على الخضوع وإن كان في استغلال كبير للدين والمعتقدات إلى غيره ذلك لا يكون مجتمع يجب أن يخضع له المجتمع هناك بعض الأشياء يجب أن تكسر ويعاد بناءها من جديد وفق رؤيتهم وفق متطلباتهم بالتالي كل شيء يمكن في اليمن سيأتي في المرحلة القادمة سنرى يتم الاعتداء عليه مثلا تفجير المساقد على سبيل المساقدة حرمة المساقد عند اليمنيين تفجير المدارس اقتحام البيوت القتل تفجير البيوت إلى غير ذلك وبالتالي هم يريدون إعادة بناء هذا المجتمع وفق رؤاهم الخاصة وبالتالي هم مستعدين أن يذهبون إلى ما لا نتصوره يعني هناك أيضا انتهاكات مريعة نحن نحقق فيها وتمس أيضا الكرامة اليمنية يعني إذا مست الكرامة اليمنية سيصبح اليمني خاضع هناك اليوم اعتداء على أبناء بعض القيادات المقاومة بحيث يخضع هذا الشخص على أعراضه بحيث يخضع هذا الشخص نحن أمام معركة نعم يعيدون سيرتهم الأولى يعني منذ الإمامة وهذا شيء معروف بالنسبة لهم ربما سنتحدث أكثر أستاذ تفيق عن نوعية هذه الاختطافات أو الانتهاكات عفوا في حلقات مقبلة شكرا جزيلا لك توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات كنت معنا عبر الهاتف من فيينا عودة إليك يستاذام السلام وربما سأسألك سؤال عام كيف هو حال المختطفين في الزنازين أنتم ربما الأكثر احتكاكا وقربا بمعاناتهم المعاناة كبيرة جدا جدا ومن شدة المعاناة معاناة الأسر ومعاناة المختطفين داخل السجون ومعاناة الأمهات ومعاناتنا لتوصيل صوتنا إلى العالم لأنه خلاص كل يوم احنا بنصيح بنصيح فأصبح العالم يشوفنا يعني طبيعي هذا لا بصيحين الناس كلهم يصيحوا هذه المشكلة التي نعاني منها تخيلي أن المختطفين يعذبوا حتى الموت حاجة لا يستطيع أن يتصورها بشر أن يعانوا إلى درجة الموت أيضا الأمهات تعاني خارج الأمهات يموتين خارج السجون على أبنانهم كمدا وعندما تموت يأتوا بها إلى باب السجن لينظر إليها ابنها النظرة الأخيرة ويشوفها النظرة الأخيرة لا يسمح له بذلك يعني وصلت هذه الجماعة إلى التحجر تحجر القلوب التي داخلها لا يوجد قلوب لا يوجد عاطفة عند هؤلاء الناس أولين يعذبوا هؤلاء المختطفين ويهينهم ونيهونوا كرامتهم من أجل هذا كما ذكر الأستاذ إخضاع المجتمع اليمني ليكون المجتمع اليمني خاضع لهذه الجماعة ويهين هؤلاء الرجال حتى أحيانا تتعرض العائلات للإهانة والاعتداء أمام أولادهم أليس كذلك؟ نعم عندما تأتي الأم لزيارة ابنها أو يتم الاعتداء عليهم أو تلفظ عليهم أمام أبنائهم أو يعتدوا على أبنان أمامهم يعني ممارسة ممتع الإمعاد في الألم نعم في الألم والله إني خرجينا الأمهات كثير من الأمهات تخرج وقلبها يتفطر كمدا والله إلا تشوفي قد عرضتوا كثير من أنين الأمهات ويئنين على أبنائهم من شدة ما يلاحظين عليه هذا بالنسبة للأمهات الذي يستطيعين أن يزور أبنائهم طيب إذا كانين الأمهات المخفيين قسرا والله يموتين كمدا على ابنائهم لأنه ما هي جارية هو حي ولا ميت ولا بخير وتسمع التعذيب وتسمع الناس بربوهم داخل السجون ولا تنام طوال الليل وهي تأنم على ولدها يعني معاناة مستمرة لا أكل يعطوهم أكل ساعة الناس ولا يخلو أسرهم تدخلهم أكله ولا يخلوهم تدخلوا أدوية يعني يوصلوا كثير من الأسر إلى باب السجن وفي الأخير يردوهم تخيلي الآن الناحية المالية والناحية الاقتصادية صعبة جدا الأسرة مات يلا توفر أكلها وأكل أبنائها الباقين وتشتيت تخرج أكل هذا المسجون أو هذا المختطف أو هذا المعتقل ثم لما توصل هناك يمنعوها من الدخول أو يدغسوا الأكل ويهينوها وهي أمام السجن عند التفتيش وغيره من واحد لا واحد من واحد لا واحد وتخضع لهوى هذا وهوى هذا إذا كان راضي يدخلها تزور ابنها وإن كان غير ذلك رجعها من باب السجن يعني إهانة إهانة للإنسان نعم رضا ما حكيت لي أستاذ أمن السلام قبل الهواء موقفك وأنت تقفين لمدة أسبوع لزيارة أحد هؤلاء المختطفين لأن أمه غير موجودة وأردت أن تمنى سردها على الناس طبعا أنا وغيري الذي خاصة الجميع يعلم أن الحوثيين جمعوا كثير من المختطفين داخل أمانة العاصمة في سجون أمانة العاصمة هذا نحن نتكلم على السجون اللي قدرنا أن نعرفها أو وجود المختطفين داخلها وعندما نذهب يعني مستمرة في البحث عن هؤلاء اللي كانوا مخفيين وننتظر ساعات وأيام طويلة حتى يخرجوا يخرجوا ولا نعرفهم من شدة التعذيب أحد المختطفين خرج وشاهدته أنا بأم عيني وهو شيبة خلاص مش قادر يصلب طوله من كثر ماهو قد تم تعذيبه وإخفاءه وتجويعه داخل السجن وهو شاب مثل الوردة في الأخير إهانته بهذه الطريقة وتكسير أيديه وأرجله وغيرها وضربه بهذا الضرب المبرح حتى أنهم الذي يفرج عنهم ويخرجوا بعاهات مستديمة وعاهات نفسية كثيرة حتى لما نجي نعمل لهم شهادات ويقدموا شهاداتهم لا يستطيع أن يتكلم صعبة صعبة على الإنسان اليمني أن يقول لك أنا ضربني فلان يعني حاجة ما هي سهلة ما هي سهلة أن الرجل يقول ضربني وعمل بي وعمل بي ولذلك كثير من الشهادات لا يستطيعوا أن يدلوا بها أمام الإعلام وغيرها وتظل هذه الشهادات بينهم وبين الله عز وجل إلى أن يصير هنا كما ذكر لو معانا نائب عام وغيرها من الذين يرفعوا قضايا ضد هؤلاء الذي أنتهكوا حقوق الناس كان هؤلاء المختطفين قدموا بلاغات أو المفرج عنهم قدموا بلاغات عن هؤلاء الناس وقامت دولة تتابع هؤلاء على الأقل حتى يصنفوهم جماعة إرهابية زي ما بصنفوا الباقيين جماعة إرهابية بما تعنيها الكلمة كسرت شرف الناس كسرت قيمهم كسرت كرامتهم وأهانتهم بهذه الإهانة الكبيرة وفي الأخير لا تخاف من أحد لا من أمم منتحدة ولا من مجتمع دولي ولا تخاف من أحد وإنما تتصرف كأنها الوحيدة في هذا العالم وهذه هي المعانا التي نعاني منها بشكل كبير جدا نعم تقاريركم وجلسات الإستماع التي تقومون بها ومحاولاتكم لإيصال صوت هؤلاء المختطفين لكنه يصل ناقصا دوما إلى أو يتلقاه الناس بصورة ناقصة لماذا؟ لماذا التقارير تأتي باهثة؟ خاصة تقارير دولية نتحدث عنها رغم أنكم تحاولون أن توصلوا كل ما لديكم من ألم كل ما لديكم من مأساة ما هو السبب برأيك؟ ما الذي يحدث؟ هنا أتساءل مثلك ما هو السبب؟ أين يتم إخفاء الحقيقة؟ لماذا لا تظهر الحقيقة كاملة؟ إذا كنا نتعامل نحن وأمهات المختطفين وذوي المختطفين والمحررين ونوصل صوتهم إلى المحققين الخاصين وإلى المحققين الدوليين وإلى المنظمات الدولية وإلى الجميع وطبعا المنظمات لا تثق أحيانا بتقريرنا فقط وإنما تريد أن تتأكد بنفسها فيتم التأكد من الحالات ونرفع لهم أسماء الحالات وتكون حالات صعبة جدا ثم بالأخير تأتي هذه التقارير باهثة مطاطة ليست بهذه القوة التي كنا نأمل أن تكون معنا في هذه القضية الإنسانية التي قضية إنسانية حقيقية وليست كلام ولا نحن نوثق الحالات كرابطة أمهات المختطفين نوثق الحالات ولا نأخذ الحالة ولذلك عندنا الأعداد يمكن لو لاحظوا الكثير في تقاريرنا أعداد قليلة لأننا نضطر إلى توثيق الحالات والراصدات عندنا بشكل قليل جدا وأيضا متابعات ومراقبات وخايفة أيضا على أنفسهم ونتثبت من القضايا هذه ونحن نوصل نموذج وليس الكل الكل كبير كثير جدا إذا كانت اختطافات جماعية وانتهاكات جماعية يعني الأحيانا يعملوا حملة ويختطفوا 200 واحد في الحديدة اختطافات جماعية لعدد 200 شخص في حجور 300 شخص اللي قدرنا نصل إليهم غير الذي لم نستطع أن نصل إليهم هذا كله التوثيق وهذا كله رفع الصوت وغيره تأتي بالتقارير وهي تقارير باهتة وتتهم الأطراف كلها وتضيع القضية في مماحكات سياسية ما أدري حتى منظمات الحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة يعني أصبحت الأمهات لا تثق في هذه المنظمات بشكل كبير جدا أيضا هناك تجاهل ملفت لدور الرابطة من قبل المبعوث الأممي الذي رفض لقاءكم أكثر من مرة وستثنين رابطة أيضا من لقاءات حول السلام في الأردن حدثنا عن هذه النقطة لا شك أنه يعني هم بيتحاوروا بيتفاوضوا مفاوضات بين الطرفين جانبين سياسيين ونحن نعتبر منظمة إنسانية حقوقية ليست داخلة في السياسة ولا تنتمي إلى أي اتجاه وإنما هي منظمة إنسانية حقوقية التجاهل هذا نحن تعاملنا معه أن نحن ما زلنا نرسل رسائل مستمرة للمبعوث الأممي وما زلنا نرفع لهم تقاريرنا وما زلنا نوصل صوتنا لكن هو أيضا تجاهلكم حتى مع اجتماعي مع منظمات المجتمع المدني حضرنا حضرنا اجتماعنا مع المجتمع المدني وكنا موجودين وطرحنا لهم كثير من القضايا التي نعاني منها كيف كان ردهم علي إن شاء الله خير نأمل ذلك يعني في ظل كل هذه الاحباطات أستاذ دعمت السلام ما زلتم قويات ما زلتم متمسكات بحق أبنائكنا في السجون ما هي الخطوات التي تضعونها في حسبانكم حتى تستطيعون إيثار رسالتكم بشكل أقوى أولا نحن مؤمنات بقضيتنا هي قضية ولد أم قضية قلب أم ولذلك ستستمر الأمة هذه حتى تبيض جميع السجون ويخرجوا هؤلاء الشباب وهؤلاء المختطفين وهؤلاء الناس لينعموا مع أمهاتهم بالسلام وإحنا ذكرنا لهم وذكرت للأمم المتحدة وغيرها والناشطات وغيرها أن السلام يبدأ من قلوب الأمهات إذا كان قلب الأم سليم وسالم هي ستكون هناك سلام ويكون هناك ينعم الجميع بالسلام أما قلب مفجوع أما قلب مفجوع ومقهور وتلجأ إلى الله في كل وقت تدعو على الظلمة لن يكون هناك سلام إلا إذا سلمت هذه القلوب قلوب الأمهات ستستمر الرابطة في مناهضة هذه الجماعة ومتابعة قضية المختطفين وتوصيل الرسالة إلى من نعرف ومن لا نعرف وأصبحنا اليوم نتواصل مع الأمهات في جميع أنحاء العالم آخرها رابطة النساء العالمية تواصلنا معها ووصلنا لها رسالتنا أن نحن أمهات وأنتم أمهات لا بد ما تساعدون في هذه القضية في توصيلها إلى مجلس حقوق الإنسان نحن لم نستطع أن نصل إلى مجلس حقوق الإنسان نظرا لكثير من الأمور أولها أن الأخوات ما قدرانش يخرجين من صنعة وإذا خرجت فترجع إلى صنعة وبعدين من يحميها من سيقف معها وهذه أيضا مشكلة أخرى يعني فلم نستطع الوصول إلى مجلس حقوق الإنسان والآن المجلس منعقد وبدايته والجلسات بدأت تنعقد في المجلس ولذلك لم نستطع أن نشارك وصلنا رسائلنا عبر الناشطات والناشطين المناصرين لرابطة أمهات المختطفين ويوجد هناك كثير من الناشطات والإخوة الناشطين والمتفاعلين مع قضية الأمهات وقضية رابطة أمهات المختطفين وقضية المختطفين والمخفيين قسرا وسيصل الملف سواء قريباً أو بعيداً وسنظل وسنستمر لن نتعب لأنها كما قلت لك هذا قلب أمه نعم يؤسفنا أيضاً نتحدث عن سجون في المناطق المحررة وهذا شيء يعني مخجل ومؤلم في أن نتحدث عن ميليشيا تختطف الأبناء ولكن ماذا عن منطقة يفترض أن تكون محررة ماذا عن هؤلاء المختطفين في سجون التشكيلات العسكرية الموجودة في المناطق المحررة هذه معانا نقول مزدوجة أنه إذا كانت هذه المناطق التي تنعم الحرية أو تنعم الدولة كيف يكون هذا الأمر ولذلك تشكلت رابطة أمهات المختطفين والمعتقلين في عدن وساعدت أمهات المخفين القصرا والمعتقلين في أيضا توصيل صوتهم ترتيب وضعهم ترتيب الوقفات إصدار البيانات توصيل صوتهم بشكل مؤسسي بحيث أنه لا يكون هناك جهود مباثرة شجعتهم ساندتهم وقفت معهم في وقفاتهم أيضا في حالة بعض المساعدات الإنسانية وغيرها وهذا اللي يؤلمنا أنه إذا كان في هذه المناطق وأيضا نقول أنها مناطق دولة وهناك 16 إفراج موجود على أساس أنهم من النائب العام ومن وزير العدل ومن غيرها ولكن القائمين على سجن بير أحمد ينفذوا هذه الأوامر ومعتقلين الناس ويعذبوهم بشكل كبير جدا ورهيب جدا يعني حتى الذي موجود مفراجات عنهم لم يفرجوا عنهم وهذه مشكلة أيضا أعرج أيضا على حكاية أو قصة أنه أيضا هناك سجون في مارب وتمت رابطة أمهات المختطفين في مارب تواصلت مع الشرطة والسلطة المحلية هناك وحسنوا أوضاع السجون هناك ووقفت مع بعض الذين هم مظلومين أخذوه من الطريق وساعدتهم ووقفت معهم محاميين وأخرجوهم من هذا السجن أيضا توصل لهم بعض الرسائل من ذويهم لأنهم بعيدين من أهلهم وبعض الحاجات والأشياء فالدور الرابطة شامل للجميع حتى لا يتهمنا فلان أنتم معا جهة أو معا جهة فالحمد لله نحن نعمل وعملنا ظاهر للجميع سواء نحن نبتغي بهذا العمل أول شيء وجه الله عز وجل ثم بعد ذلك نحن نريد أن نحقق العدل والسلام في هذا البلد الطيب وإخراج أبنائنا من داخل المعتقلات أيضا أمهات الذين هم داخل السجون في السلطة الشرعية أيضا لهم أمهات وقلوبهم أيضا يتفطرون على أبنائهم إذن نصدى أمت السلام الحاج كان لي شرف اللقاء معك شكرا أن من احتني هذا الشرف ولأول من الحلقات النادرة التي عيني على الساعة أود أن لا ينتهي الوقت لكن الأسف الشديد انتهى وقت هذه الحلقة شكرا جزيلا لك أمت السلام الحاج رئيسة رابطة أمهات المختطفين كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني الشكر لكم أيضا مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم لأن ألتقيكم في مساء يمني جديد كونوا براية الله و الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر